اشتركوا في القناة 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 فإن المنتوجة التقليدية يظل ملازما للسكن واللباس والتقاليد المغربية وشاهدا على فن وابتكار الصانع المغربي اذا كان هذا هو نص لنا بعنوان الصانع المغربي نمر إلى الرصيد المعجمي السؤال الرقم 1 اكتب في كل فراغ كلمة من النص لها علاقة بالصناعة التقليدية إذن مطلوب من هنا نستخرج من نص أربع كلمات كلها عندها علاقة بالصناعة التقليدية إذن أنا أسبق لي أستخرج كل هالكلمات هذه أو أستخرج أربع كلمات لها علاقة بالصناعة التقليدية من النص أدناء حرفي جلاليب الأواني الحرفية الظربية وهناك العادي إذن مطلوب من هنا فقط أربعة كلمات إذن أستسمع أفوا حرفي جلاليب الأواني الخزفية الزربية إذن كلمات لها علاقة بالصناعة التقليدية حرفي جلاليب الأواني الخزفية الزربية نمر إلى السؤال الثاني أحيط الكلمة التي ليست من مرادفات كل مجموعة إذن عندنا هنا مجموعتان كل مجموعة المرادفات تنتمي إلى بعضها فقط كلمة واحدة التي لا تنتمي إلى ذلك الموجب إذن عندنا عتيقة تقليدية حذيثة قديمة إذن الكلمة التي لا تنتمي للمرادفات في المجموعة هذه إذن كما تلاحظوا عتيقة تقليدية قديمة كلها عندك طابع القديم أو كتحدث أو كتعني شحاسة لقديمة وعتيقة إذن نضغل على حديثة إذن كلمة التي لا تنتمي إلى هذه المفردات هي إختيار وما تبقى من كلمات على الإبتكار لإبداع الإختراع أو أنك تصيب شيء حاجة إلى آخره إذن نمر إلى السؤال الثالث أكتب أربع كلمات من عائلة يخيط أكتب أربع الكلمات من عائلة يخيط إذن أدن خياطة خياط خيط يخيط هنا إلى آخره إذن يخيط خياط إذا نعائلة كلمة يخيط يخيط هنا إذن نعائلة كلمة يخيط خياط خياط حياط خيط هنا الخيط هنا الفهم القرائي السؤال رقم 4 إذا نعدنا هنا بعض الكلمات سنوضعوا على مقدام الكلمات التي لم تذكر في النص إذا نعدنا ورشة مدينة بيوت قصبات مساجد إذا نعدنا هنا فالكلمات الكلمة التي لم تذكر في النص هي قصبات أما ما تبقى من كلمات ورشة مدينة بيوت مساجد فهي كلها ذكرت في النص عندنا الفخار الخشب الجلد الصباغة الصوف الكلمة التي لم تذكر في النص هي السباغة أما الفخار الخشب الجلد الصوف فكلها كلمات ذكرت في النص السؤال الخامس السخرج من النص ثلاثة صفات للصانع المغربي إذا المطلوب منكم هنا سخرجوا كلمات من النص صفات للصانع المغربي أو ثلاث صفات للصانع المغربي إذا لدينا حادق ماهر مخلص ماهر مخلص حادق ماهر مخلص نمر إلى التطبيقات اللغوية السؤال رقم واحد أحول الفعل حسب الضمائر إذا لدينا هنا وصفت عفوا الفعل وصف قد نحوله الضمائر أو قد نحوله حسب الضمائر أنا وصفت أنت وصفت وصفت هو وصف عندنا هنا في الجدول الثاني أنتما تقولاني إذا الفعل قال غادي نحوله حسب الضمائر نحن وهما إذن أنتما تقولاني نحن نقول هما يقولاني إذن أنا وصفت أنت وصفت هو وصف نحن نقول أنتما تقولاني هما يقولاني نمر إلى السؤال الثاني أكملوا بالحرف المناسب وأشكلوا ما كتب بالأحمر إذن عدنا هنا ل ب في إلى أول حاجة قبل أن نجاوبه عدنا هنا باش كتشوفها الحروف كتذكروا باللي هادو حروف جر إذن ولاش طلبوا مننا الشكل لأن ما يتبع الحرف الجر يكون مكسورا إذن هذا كتشدكيق من ما نبدأ إذن ورشة في ورشة في ورشة لل للصناعة في ورشة للصناعة التقليدية أعجبت بصانع بالصانع يحول الجلد إلى تحف إذن في ورشة للصناعة التقليدية أعجبت بصانع أو عفوا بصانع يحول الجلد إلى تحف فنية السؤال رقم 3 أكمل كل جملة بما يناسب مما يأتي التقليدية العتيقة مصرورا إذن نحاول نحط كل جملة في المكان المناسب هنا إذن لدينا زرة الحية العتيقة يشتغل الصانع مصرورا الصانع نعم التقليدية ماهر مصرورا 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 زرة الحية العتيقة يشتغل الصانع مسرورا الصانع التقليدي ماهر نمر نمر إلى الإملاء أضع مكان النقط الأو أفوال أضع مكان النقط لا أو لا بألفين إذن لدينا نايا أفوال 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 الصناع بالأمان لنعيد لنعيد استف الصناع الذين سيشاركون في مصابقة الصانع الماهر هؤلاء النسوتهن اللواتي شاركن في فن التطريز هذان الصانعان هما الذان شاركا في فن النقش على الجرس نمر إلى السؤال الخامس والأخير أضع اسم الإشارة المناسبة في أول كل جملة إذن لدينا حرفة تقليدية صانع ماهر صناع ورشة النقش قد نحط في كل جملة اسم إشارة قبل منها المناسب إذن حرفة حرفة هي مفرد مؤنث إذن سنستعمل هذه 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 حرفة تقليدية صانع ماهر لهو مفرد مذكر قد نستعمل اسم الإشارة هذا صناع ورشة النقش هو جمعة إذن سنستعمل هؤلاء إذن هذه حرفة تقليدية هذا صانع ماهر هؤلاء صناع ورشة النقش إذن أعزائي عزيزاتي الكرام مشابه قناة إكورشلي كان هذا هو الفيديو دي اليوم النص التقويمي بعنوان الصانع المغربي صفحة 152 وصفحة 153 من كتاب اللغة العربية المفيد في اللغة العربية المستوى الثالث ابتداء إذن أعزائي عزيزاتي الكرام تمنى أنكم تستبتوا ما نفيد فيديو هذا إلى فيديوهات قادمة إن شاء الله دنتم في رعاية الله ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة